في رسالة وجهها سموه إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المواقرة أهمية دور الكلمة الحرة والنزيهة في تنمية الحاضر وصناعة المستقبل وقال إن الصحافة بما لها من قوة وتأثير في الرأي العام وما تملكه من أدوات عليها أن تكون وسيلة بناء ودعم خطوات المجتمع في مجال التنمية المستدامة التي يسعى إليها الجميع وأضاف سموه أن للصحافة ووسائل الإعلام رسالة حيوية قادرة على الارتقاء بالمجتمع وتعزيز جهوده في مجال التنمية فالصحافة تصل إلى الجميع وأداة لتنوير العقول وتحفيزها على الإبداع والابتكار وأكد سموه أن مهمة تشكيل الوعي المجتمعي ليست بالمسألة الهينة وإنما تحتاج إلى تبني الصحافة والإعلام ووسائل التواصل الأخرى جملة من القيم التي تسهم في توجيه الطاقات إلى كل ما يعزز التماسك المجتمعي ويحفظ للدول والشعوب أمنها واستقرارها وذلك عبر تواصل حضاري وشدد سموه على أن النهوض بالمجتمعات يحتاج إلى رسالة صحفية وإعلامية تقوم على مرتكزات وطنية تحفظ للمجتمعات خصوصيتها وتحفز الناس في ذات الوقت للسير في ركب التنمية والتحديث وحيا سموه في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 2017 الذي يصادف يوم غد الأربعاء ويقام هذا العام تحت شعار عقول واعية من أجل الأوقات الحرجة دور وسائل الإعلام في النهوض من مجتمعات سلمية ومنصفة وشاملة حيا جهود الصحفيين البحرينين وما يقومون به من دور في تعريف العالم بالصورة الحقيقية لمملكة البحرين كبلد رائد في مجال الحريات والنماء على كافة المستويات ونوه سموه إلى ما تحظى به الصحافة البحرينية من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفجر الذي يدعم الحريات الإعلامية ويؤمن بأهمية الكلمة المؤثرة في الحفاظ على أمن واستقرار وتقدم البلاد وأكد سموه أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في مملكة البحرين بنصوص الدستور والقانون والتي أتاحت للمتسبين للعمل الصحفي أجواء الحرية والانفتاح اللازم للتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم بما لا يمس بالوحدة الوطنية أو التماسك بين أبناء المجتمع الواحد وقال سموه إننا فخرون بأبنائنا وبناتنا من الصحفيين البحرينيين الذين عبروا بأفكارهم وأطروحاتهم عن تطلعات الوطن والمواطن في إطار من الموضوعية القائمة على أخلاقيات مهنة الصحافة وكانوا ولا يزالون خط دفاع لا غنى عنه في الدفاع عن الوطن والحفاظ على ما تحقق من منجزات وعرب سموه في هذه المناسبة عن تقديره لعطاءات الأجيال المتعاقبة من كتاب الأعمدة والصحفيين البحرينيين الذين استطاعوا أن يتركوا بصمات ذات تأثير كبير في تنمية وتنوير المجتمع مؤكدا سموه ثقته في أن الجيل الحالي من الصحفيين والصحفيات قادر على استكمال مسيرة الروادي بكل إخلاص ودعى سموه رجال الصحافة والإعلام إلى أن يسخروا أقلامهم إلى كل ما يخدم مصلحة الوطن وشعبه وأن تتواصل مسيرة عطائهم في تنفيذ المغالطات أو تفنيد المغالطات والأكاذيب التي تروج لها بعض وسائل الإعلام التي تستهدف النيل من استقرار الوطن والتأثير في نسيجه الإجتماعي وشدد سموه على ضرورة الاستفادة القصوى من وسائل التواصل الإجتماعي الجديد في إنتاج المعلومة التي تفيد المجتمعات والعمل على تطويرها لما تشكله هذه الأدوات من حراك إجتماعي وسياسي ينبغي أن يوطن لخدمة هذه المجتمعات لا إلى تقويضها كما دعا سموه الناشئة والشباب إلى الولوج إلى مجتمع المعرفة وتحقيق الكثير من الاستفادة من التطورات التقنية وتطويرها لخدمة الوطن والأمة وشدد سموه على ضرورة امتلاك المهارة والتواصل مع العصر الذي نعيشه بكفاءة عالية وإبداع متجدد وهما يجب أن يستثمروا عبر تأهيل الشباب وأعدادهم الإعداد الجيد لهذه النقلة من التقنيات الحديثة وأن تكون دوافعهم الرئيسية نحو الغد الذي نرجوه لهم ونوى سموه إلى أن أهمية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة كمناسبة تتجدد كل عام يكمن في تسليط الضوء على الأثر الإيجابي الذي يكمن في أن تقوم به الصحافة في تشكيل رأي عام مستنير يتحلى بروح المسئولية الوطنية وقد أثنى سموه على الدور الذي تقوم به منظمة اليونسكو في تعزز الحرية الصحفية والإعلامية في مقتلف أرجاء العالم إلى جانب ما تبذله من جهود في مجال تحقيق التقارب الثقافي والإنساني بين الشعوب مؤكدا سموه تقدير مملكة البحرين لكل ما تقوم به المنظمة من خطوات من أجل تطور البشرية ونهضتها